ويتعلق الأمر بشاب من مواليد سنة 1998 أعزب تاجر ودون سوابق قضائية بعد إعلامنا بالوقائع من طرف عناصر الضبطية القضائية أزدينا تعليمات بفتح تحقيق في القضية وتقديم المعني أمام نيابة الجمهورية فورا استكمال الإجراءات كما أمرنا بعرض المعني للفحوصات والتحاليل الطبية أين جاءت نتائج الخبرة سلبية حيث لم يسجل تناوله لأي مسكر أو مخدر وتقارير الخبرة البيولوجية مرفقة بملف القضية بتاريخ اليوم الموافق للسابع من شهر جوان 2021 تم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية وبعد سماع الأطراف تمت إحالة الملف على قسم الجنح تبقى لإجراءات المثول الفوري عن جنحتي القتل الخطأ والفرار إثر حادث مرور وللتهرب من تحمل المسؤولية الجزائية والمدنية السيد قاضي الجنح أمر بتأجيل القضية إلى تاريخ 14 جوان 2021 مع أمره بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت ترجمة نانسي قنقر